الحوار قوي والله العظيم هو حوار يوجع وحوار صعب جدا لأن فيه رجالة مظلومة في الموضوع ده هو مش على الرجالة ولا الرجالة ولا الستات العيال دي زنبها ايه؟ العيال دي زنبها ان بتتجوزوا ليه؟ بتخلفوا ليه لما انتم مش قدها يعني وانا افوض الواحد يقعد قد ايه حشان يخلف من حد حتى لو كان سنه بقى لا يسمع حد لا او بس هو مش موضوع ان هو يقعد قد ايه هو موضوع ان بقى فيه فترة ارتباط اسمع فترة الخطوبة اسمع فترة التعارف الجيد هو اللي بيبانه يا خون لك انا بكل اصحابي اللي اتجوزوا لك اول ما اتقفل علينا باب شخصية تاني اقولك حاجة ليه بقى لان احنا الناس ما بتبصش الناس بتبص على المظاهر يا سالي ما انا هعرف من انت خصوصيات وعرف ان هو بيأكل وقعد على رجلو على جنب ولا بيأكل بقاني بالمعلقة ولا بقيله يعني واحدة تيجي تقول لي انا بعد ما اتجوزت اكتشفت ان هو كان مؤهل غير اللي هو قالهولي طب انت كنت فيه لا دي بقى بنبطاقته احنا بنهزر طيب واحدة تيجي تقول ان هو كان متجوز وكان مطلق وكان عنده بيت تاني وانا ما كنتش اعرف يبقى فين السؤال معقولة طيب دي المشاكل لا انا بتكلم على انه ده مثلا ما خدش باله ان هي تغصبت عليه ان هي كانت تعرف واحد قبله وانا راح بقوله على فكر انا كنت بحب محمد جرنال لينا ما سوما اردوش اتجوز لهول فانا اتجوزت كنت انا مش عارف عامل ايه انا مش عارف عامل ايه بالأذب الشديد ما هو هل دي ايه بجاحة لا مش كصف بجاحة حد مساوي فيه كلام يتقال وفيه كلام ما ينفعش يتقال يعني لما اتجوز بعد اسبوع وقولي ان انت جوزت واصلا مكسوب عليك وابويا حلف بالطلاق ان انا اتجوزك وانا اتجوزت غصب والراجل هيعمل ايه هو المفروض يعمل ايه ما هي كان عارف ان هي عارف ان هي كانت على علاقة يقول لها تعالى يرجعك عشان ابوك يطلق امك ونخلص كلها اه لا يبقى احنا كده للأسف الشديد هي مواضيع الارتباط او الجواز ما بتجيش بالغصب هي بتجي بالارتياح واسأل مرة واثنين وثلاثة ودي فرصة ودي فرصة للخطوبة حتى لو استعلم استعلام في كل منطقة وفي كل مكان عن الشخص خطوبة عمرها ما بتبين حاجة يا دكتور بتبين بتبين بس احنا بتبين ايه احنا اللي بنكسل يعني ايه احنا اللي بنكسل يعني خطوبة مفروض تبقت دي هي من 6 شهر لسنة وبعدين وبعد كده ابدأ اشوف في ارتياح هم بتعرف الخطوبة في اماكن او في مناطق بتختلف عن مناطق يعني ممكن يكون في مناطق منفتحة شوية فبينزلوا مع بعض في مناطق مش منفتحة قوي فبينزلوا بمحرم او بينزلوا بحد في بيعودوا في جروب صحاب فانت عمرك ما تعرف في جروب صحاب في بقى ما بيخرجوش اساس ان هم عادين في البيت او بيجي البيت مرة كل جمعة فانا هشوفوا مرة كل جمعة لو قعدت مع سنة ولا سنتين هعرفوا منين من قعد الساعتين وقعد على يميني هنا اختي ايا وقعد على شمالي هنا اخوي حاسم هعرف منين بقى في حاجات من الاول يا سالي بتظهر احنا لو شونا يعني مثلا اول حاجة اشوف ان الشخص ده بيخاف ربنا ولا ما بيخافش ربنا ما ممكن يمثل قدام انه بيصلي لا الا الخوف من ربنا والنبي شفتاه لا لا بيمثل انه بيصلي وطلع انه عادي جدا وبيشرب كحليات وبيعمل له عايزه وبيشرب مع حاجة في حاجة اسمها ان انا بشوف الشخص ده بيخاف ربنا ولا لا الشخص ده هل فعلا فيه خشوع عنده اتجاه ربنا عرفها منين وقعدين دي علاقته بربنا لا اما انا بشوف انا بشوف حد ملتزم في صلاته حد لسانه ما بيطلعش الكلام خارج حد في عصبيته بيقدر يتحكم ولا لا حد علاقاته مع الناس علاقاته في شغله هل هو بيتحمل مسئولية ولا ما بيتحملش هل هو بيستمر في شغل اكتر من فترة معينة ولا بيسيب اشوف الاسرة نفسها اللي انا داخل فيها اللي الانسان ده هيندمج فيها الاسرة دي بيتفكر ازاي هشوف تعاملات الانسان ده مع اخواته مع اهله مع عريبه قطعين صلة الرحم ولا مكملين هشوف علاقة الاب والام احنا نطلع بالاحترام بس احنا مش عايزين غير اننا نطلع بالاحترام نسيب الباب متوارب كده بكل احترام الولاد عندك النهاردة الولاد عندك بكرة الولاد حسوا ان فيه اب وام موجودين في حياتهم الولاد طلعوا اسوياء